ربنا سبحانه وتعالى قرم أرضنا بإن هي محمية وإن هي في سلام والبلد اللي ذكرت في الكرآن الكريم أكتر من مرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على رسوله الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها وبعد أستاذ الميا الحمد لله على نعمة مصر صحيح الحمد لله أننا مصريون وده عزة وده كرامة وده شرف صحيح كلنا نرفع رأسنا ونقول الحمد لله أننا من بلد ذكرها الله تعالى في القرآن مش كده وبس مصر أستاذ الميا المولى سبحانه وتعالى هي البلد الوحيد التي تجلى الله سبحانه وتعالى على أرضها البلد الوحيد التي تجلى الله سبحانه وتعالى على أرضها بذاته وبجلاله وبأنواره سبحانه وتعالى تجلى على أرض سيناء لما سيدنا موسى يطلم من ربنا سبحانه وتعالى هذا الطلب قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني كان الكلام ده فين كان في مصر وتحديدا جابل الطور في سيناء المولى سبحانه وتعالى تجلى على أرض مصرنا الله سبحانه وتعالى يخبر على لسان سيدنا يوسف عليه السلام إن أكتر بلد الأمن فيها مستتب هي مصر واللي قال كده سيدنا يوسف وأخبر الله سبحانه وتعالى هذا على لسانه مباشرة لما سيدنا يوسف عاش هنا في مصر ودعى أسرته كلها دعى سيدنا يعقوب أبو إيه ده سيدنا يعقوب زار مصر أيوة هو ولاده الحداشر وكان سابق لهم سيدنا يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام اللي عاش على أرض مصر وكان حامي حما مصر ومسك خزانة مصر سيدنا يوسف عليه السلام ويخاطب أهله يقول لهم كده فلما دخلوا عليه آوى إليه أبويه وقال دخلوا مصر إن شاء الله آمنين فسيدنا يوسف يخبر أهله وأسرته بأن الأمن في مصرنا مستتب وده مش أي كلام ده كلام أنبياء ده كلام قرآن ربنا سبحانه وتعالى يقول لي سيدنا موسى يوسف زلاميا ويطمئنه لما سيدنا موسى شوية خاف شوية إلي وهو فين في أرض مصر ربنا سبحانه وتعالى عايز يقول لي يا موسى أنت الآن في بلد الأمن أنت خايف في بلد الأمن أنت عندك شوية قلق وانت في مصر بلد الأمن والأمن ده وعد ربنا سبحانه وتعالى بالضبط وربنا يخاطب سيدنا موسى يقول له كده أقبل ولا تخف إنك من الآمنين